إلى الملف السوري حيث تحولت دير الزور إلى حلبة صراع بين القوات الحكومية ومقاتلي سوريا الديمقراطية ليس فقط لرغبة كل طرف في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من المحافظة ولكن أيضا لكون دير الزور أكبر مصدر طاقة في البلاد وقد يكون إعلان سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عن استيلاء وحداتها على أكبر حقل للغاز في المحافظة أول مكسب لها في سباق المواقع والنفوذ الذي تخوضه مع دمشق محافظة دير الزور مركز الثراء النفطي في سوريا عام 2011 مع بدء صراع تراجع إنتاج النفط السوري من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألف برميل بحسب تقارير حكومية رغم هذا التراجع استمرت حقول دير الزور المصدر الأكبر لهذا الإنتاج أمر جعلها هدفا لأطراف النزاع كافة في تطور لافت تعلن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا السيطرة على حقل غازي كونيكو بعد معارك مع داعش الحقل يعد الأكبر من نوعه في محافظة دير الزور قوات سوريا الديمقراطية قالت إن أفرادها يحققون مزيدا من التقدم في ريف دير الزور في إطار حملة أطلق عليها عاصفة الجزيرة لكن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقل غازي كونيكو اعتبره البعض ضربة للقوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا إذ كانت تلك الحقول النفطية في دير الزور هدفا أساسيا لجيش السوري وميليشياته في المعارك المستمرة ضد داعش منذ قرابة شهر حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على بلدة خشام التي تعد أقرب نقطة إلى حقل كونيكو الاستراتيجي وربما يفسر الصراع المحموم نحو الحقول النفطية في دير الزور اشتعال التوتر أخيرا بين الطرفين إذ اتهمت واشنطن موسكو بشن غارات على مواقع حليفتها قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات كانت قوات الجيش السوري والميليشيات المساندة تقدمت في ريف دير الزور الغربي وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات سوريا الديمقراطية تسعى بدعم من التحالف الدولي للهيمنة على الجزء الشمالي من مدينة دير الزور بموجب اتفاق روسي أمريكي يطلق نفوذ قوات النظام السوري في الأجزاء المتبقية من المحافظة أما حقل كونيكو فقد لا يكون آخر نقاط الصراع للهيمنة على سلاح النفط في سوريا الكائن في محافظة دير الزور يتضم المحافظة حقول نفط وغاز تعد الأكبر في البلاد ومعنا من الرياضة الخبير العسكري والاستراتيجي أسعد الزعبي أهلا بك أستاذ أسعد عبر سكاي نيوز عربية يعني الصراع على النفط هو الذي يرسم صورة المعارك اليوم والمشهد وكيف تتقاسم الأدوار موسكو وواشنطن كيف تفسر تغاضي الولايات المتحدة عن تقدم قوات النظام رغم تحذيراتها مرارا وتكرارا إن كان لروسيا أو حتى للنظام من التقدم إلى هذه المناطق الاستراتيجية وتحديدا استهداف قوات سوريا الديمقراطية بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير يعني بداية أنا منذ فترة طويلة وأنا أتحدث على أن معركة دير الزور أو معركة الرقة هي عبارة عن مسرحيات وهمية أو ما يسمى لعبة الحرب في الأكاديميات وبالتالي لا معارك حقيقية المعاركية معارك نفط والدليل أنه لماذا وهناك سؤال طرح منذ ثلاث سنوات لماذا اختارت داعش منطقة الرقة ودير الزور وشرق حماة وشرق حمص هذه المناطق فقط الوحيدة من سوريا التي تضم حقول النفط والغاز والقمح والقطن لماذا لم تختار داعش منطقة لاذقية أو حمص أو دمشق لماذا اختارت هذه المناطق ولماذا احتلتها من الجيش الحر ولم تحتلها من النظام هذا يدلد على الأكيد على أن هناك خطة منذ البداية مرسومة لحرمان الجيش الحر من أي تمويل وبالتالي عندما يتم حرمان الثورة من أي تمويل من الداخل هذا يعني يتم التحكم بالثورة من الخارج عبر التمويل الذي قدمته على سبيل المثال الولايات المتحدة وها هي تتحدث عن قطع هذا التمويل اعتبارا من شهر 12 القادم والسؤال الثاني أيضا طالما أن داعش والتي يعني أعطيت مهمة احتلال هذه المناطق والسيطرة على النفط والغاز نحن لم نرى أن أي انقطاع للغاز أو النفط على النظام المناسبة لدينا في سوريا ثمان محطات حرارية تعمل على الغاز الذي ينبعث من حق الكونيكو أو حقول جزل أو حقول الشاعر في شرق حما ولم ينقطع الغاز عن النظام كما لم ينقطع النفط إذن عندما نتحدث على أن هناك معارك ما بين النظام والداعش فأعتقد أننا نتحدث عن مسرحية وهمية نتحدث عن مناظر والدليل أننا لم نشاهد قتلى لم نشاهد أهليات مدمرة لكن اليوم ماذا تغير في المشهد السياسي الحقيقة ما تغير أن كثير من الأقنعة سقطت على أن هناك طموح أو أطماع أمريكية روسية في هذه المنطقة وبالتالي كل من روسيا وأمريكا والذين تعودنا دوما أن لا يتم بينهما أي صدام أو اشتباك مباشر إنما يتم عبر الأياد أو الأدوات التي يستخدمونها وهي مثلا على سبيل المثال اليوم روسيا تستخدم تنظيم بشار الأسد الإرهابي والأمريكان يستخدمون تنظيم قصد الإرهابي وبالتالي اللعبة الأخرى أو الوسطة بينهما تنظيم داعش الإرهابي فلابد من الأجهاز على هذه الأنظمة الإرهابية من خلال احتكاكها مع بعضها المعض ولكن الغية الأساسية ألا وهي الوصول إلى حقول النفط والغاز بخلاف مصد أسعد يبدو أن الولايات المتحدة غير مهتمة بالنفط تحديدا هذا الانتاج السوري أكبر دولتين نفطيتين إن كان الولايات المتحدة وأيضا روسيا الأبرز والأهم بالنسبة لواشنطن الأدوات المحلية التي كانت تتحكم بها يعني كيف ستنازل بهذه السرعة وتتغاضى بهذه السرعة عن الاستراتيجية الروسية في السيطرة على الأرض وعلى الميدان وتحديدا في دير الزور المنطقة الغنية أنا سأثبت أولا ما تحدثت به بواقع على الأرض النظام تقدم إلى دير الزور من ثلاث محاور سواء المحور الأول من جهة الغرب من عند جبل بشري أو معدان باتجاه دير الزور وأعتقد أن هذه المسافة تبعد عن دير الزور حوالي 120 كم وكان بإمكان النظام أن يشتاز ضفة الفرات باتجاه منطقة الجزيرة يعني باتجاه الشمال لم يفعل بعد وصوله إلى المحور الثاني الأوسط الذي كان عبر السخنة ووصولا إلى الجفرة أو إلى جبل الثردة أو إلى مطار دير الزور وكذلك أيضا حتى هذا المحور لم يفكر النظام في عملية اجتياز دير الزور باتجاه الشمال إنما أخذ النظام يتوسع شرقا باتجاه المريعية وصولا وبالتالي يعني حوج الصكر بعد ذلك الانتقال إلى شمال الفرات هذا يدل دلالة أكيدة لأن المعركة هي ليست معركة احتلال أرض هي معركة سيطرت على حقوق النفط وغاز لكن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يعني ربما تشيح بوجهها عما يفعل النظام وبالتالي تجاوزت الخط الأحمر الذي رسمه ترامب عندما نريد أن نجيب على السؤال يجب أن نجيب أيضا على السؤال أبو الخط الأحمر الذي رسمه أوباما للنظام كي لا يستخدم الكيماوي مرة أخرى خصوصا أنه استخدمه ضد الغطتين وبعد الغطتين استخدم النظام الكيماوي وهو غاز الزارين استخدمه ثمان مرات هذا يعني أن الخطوط الحمراء الأمريكية ضد النظام هي خطوط وهمية وهو خطوط ليست حقيقية حتى أن ترامب عندما رسم خط أحمر للنظام لعدم تجاوزه ضفة الفرات كان قد رسم قبل شهرين قطا لإيران بعدم تجاوز الحدود العراقية السورية واليوم نحن نشاهد حركة النجباء وهي تتقدم باتجاه القائم وهناك تواصل بدأ واضح تماما ما بين عصابة بشار الأسد وقوات النجباء خاصة أن النظام يحاول التقدم باتجاه الميادين باتجاه أبو كمال وصولنا إلى منطقة القائم إذن هذا الخط الأحمر هو خط وهمي أمريكا اكتفت بعشر قواعد لها أو حاليا أصبحوا اثنى عشر قاعدة موجودة في منطقة الجزيرة سواء كان بمنطقة رميلان أو منطقة عين العرب أو منطقة تل أبيض أو المناطق الأخرى المحيطة بعين عيسى إذن كل هذه المناطق أصبحت القواعد الأمريكية موجودة وأعتقد أنه لن تستطيع روسيا يعني الثاني الأولياء المتحدة أمريكية عن هدفها بعملية أي سطر على قطوط النفط التي تمتد من هنا باتجاه مصفات بانياس أو مصفات حمص وبالتالي إذن هناك اتفاق ما بين روسيا وامريكا على أن يتم إيصال هذا النفط برضى ما بين الدولتين لكن بعد أن يتم التخلص من هذه الخصوم أو هذه الأدوات التي استخدمها سرعة التدخل الروسي في الميدان إن كان الغارات الجوية أليست أيضا لاستفادة قوات النظام من هذه الفرصة فيما تعجز قوات سوريا الديمقراطية عن إرسال المزيد من المقاتلين إلى دير الزور هي الغارقة في وحول الرقة أولا لم يصل هناك أي مقاتلين جدد هناك القوات الإيرانية والمناشية الإيرانية التي تم زجها بالمحور الثالث وهي منطقة غرب قاعدة الزكفية التي انتقلت باتجاه منطقة المريعية لكن عندما نتحدث عن الغارات أنا أقول للجميع أن الغارات الروسية فقط مرتين لا ثالثة لهم استهدفت قوات قسد وأيضا الغارات الأمريكية مرتين لا ثالثة لهم استهدفت قوات النظام هذا يعني أن هناك اتفاق ما بين روسيا و أمريكا على أن يتم كبح جماح كل من قسد وإرهاب النظام كي لا ينفرد أحدهما بما يريد إذن الأهداف التي تحددها بالمناسبة قائد الخطة العسكرية للنظام في دير الزور هو عميد روسي داغستاني وبالتالي إذن القضية محسومة تماما هناك اتفاق روسيا و أمريكا على هذه المعركة لا يمكن لعصابة بشار الأسد أن تتجاوز أكثر من الحدود التي خططت إليها ولا يمكن لقسد أن تتجاوز والمناسبة اليوم المسافة بينهما لا تتجاوز أربع كيلومتر على حقل كونيكو خصوصا أن قسد احتلت هذا الحقل و قوات النظام جنوب هذا الحقل في منطقة خشام إذن عندما نتحدث عن أهداف الأهداف المرسومة هي أهداف أمريكية روسية بامتياز والأدوات المنفذة هي عصابة بشار و عصابة قسد و سترى الأيام المقبلة حقيقة القادمة هناك تغير كبير في الأهداف النظام الذي يفكر حاليا في عملية الاجتياز اجتياز نهر الفرات باتجاه الشمال لن يستطيع أن يتجاوز هذه المنطقة يفكر فقط ربما بالامتداء شرقا باتجاه الميادين أو أبو كمال للالتقاء بالنجباء ولا أعتقد أن يتم ذلك إلا بعد أن تؤمن أمريكا كل المنطقة المنطقة الجزيرة السورية وبالتالي تؤمن قواعدها بشكل كامل وهذا اتفاق مع الجانب الروسي المعركة الأشرس قد تكون السيطرة على حق النفط العمر وهو الأكبر في دير الزور هل ستتنازل بهذه السهولة قوات سوريا الديمقراطية مع هذا الغطاء الجوي المكثف للطائرات الروسية حماية لمقاتلين نظام سيد الكريم من الناحية العسكرية نحن نراقب تماما الأجواء ما يخصص من الجهد الجوي الروسي لصالح بعصابة بشار أسد لا يتعدى كونه فقط طيران ليس طيرانا داعما ولا طيران اختحام أي أنه ليس الطيران الذي يساعد على عملية التقدم إنما فقط هو عبارة عن طغطية جوية أولا وعبارة عن ضربات بسيطة جدا لعناصر قد تكون مجمعة هنا وهناك وخاصة المجموعات التي تعمل أو كانت تعمل تحت إمرة الجيش الحر وليست إمرة داعش بالمناسبة هناك ما زال ثلاث أحياء التي كانت تسيطر علي داعش بدير الزور ما زالت أيضا تحت التصرف داعش لم تجروا قوات نظام أو لم تريد قوات نظام أن تتقدم إليها لذلك الضربات الروسية من الناحية العسكرية ليست ضربات اقتحام بمعنى أن القوات الأرضية التي تتلقى الدعا من هذا الطيران هي ليست مؤهلة لتقدم وبالتالي حقل العمر أو حقل كونيكو أو حقل التنك أعتقد هذه الحقول ستبقى في يد عصابة قسد لصالح الأمريكان ولن يتقدم قوات النظام وسيتم التعويض على قوات النظام في التقدم شرقا باتجاه الميادين هناك أيضا حقول جنوب منطقة الميادين وهذه الحقول كانت نقطة خلاف ما بين الجانب العراقي والسوري منذ أكثر من أربعين عام وكانت تستثمرها السورية وكانت هي من ترفع قيمة النفط في سوريا ولذلك أعتقد أن هناك اتفاق حتما سيتم بين القوات السورية وقوات النجباء ما بين النظام وقوات النجباء لتقسيم هذه الأبار المتواجدة على الحدود ما بين العراق وسوريا ويعتقد حوالي ثمان حقول بهذه المنطقة موسكو التي تسعى لخلق واقع جديد في الميدان السوري بهدف التفاوض النهائي إن كان بينها وبين واشنطن ماذا ستبدل في هذه المعادلة دير الزور تحديدا بعد أن تم رسم السورة في الرقة بشكل أوضح يعني مع الأسف كان قرار جانب أمريكي أو كان ما قامت به القوات الأمريكية حقيقة حصر قوات الثورة السورية وخاصة جيس الثورة المتواجد حاليا في منطقة الشدادي كما أيضا قامت القوات الأمريكية بحصر قوات الثورة أيضا في المنطقة في قاعدة التنف في الجنوب وبالتالي إبعادهما عن دير الزور وهناك مطالبات حاليا بتشكيل جيش وطني في منطقة الجزيرة سواء كان من قوات العشائر أو حتى من الجيش الحر فصال الجيش الحر من أجل المحافظة على مدينة دير الزور وريفها لأنها حقيقة تم تقطيعها خاصة بعد أن تم ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين في هذه المحافظة لكن أعود القول حقيقة أن الجانب الأمريكي والذي استهلك كثير من أبناء الجيش الحر في منطقة إدخال أو إخراج داعش من البادية السورية حتى يصل الجيش الحر إلى قدرة لا يستطيع أن يقوم بواجبه اتجاه منطقة دير الزور ورغم ذلك رغم أنه كان فقط يملق قدرات بسيطة إلا أن الواتفة المتعالية المنعته لكن هذا المنع بالتأكيد هو عبارة عن عملية مدبر لها مع الجانب الروسي وبالمناسبة لو أخذنا قليلا من وقتكم أن الروسيا عندما دخلت إلى سوريا كانت قد القوات الإيرانية وكل من يعمل لصالح النظام وحزب الله والقوات العراقية قد استهلكت وبالتالي النظام أصبح ساخطا فدفعت جانب أمريكي دفع الروس من أجل استعادة هذا الجانب وعطيت لروسيا حق التصرف في غرب سوريا ولكن ما هو الهدف أو الثمن الذي يجب أن تقبضه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الثمن كما ذكرت لك منطقة الجزيرة والتي هي غنية بالغاز والنفط والقمح والقطن وتعتبر مصدر التمويل لكل سوريا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيربح الكثير وربما يكتفي بهذه المنطقة وسيبقى الجيش الحر محاصر في منطقة الشدادي كما يبقى محاصرا في منطقة التنف واليوم نشاهد هناك تقدم القوات النجباء كما هناك تقدم الحجر الشعبي باتجاه الحدود الأردنية ومع الحدود الأردنية السورية وأعتقد أنه سيطر على أكثر من تسع مغافر على الحدود الأردنية السورية أعتقد كل هذا يصف في مصلحة أولا القضاء كليا على الجيش الحر وروسيا تحقق المزيد من الأراضي لورقة التفاوض للنظام بعد ذلك سيتراجع النظام مقابل أن يترك ذلك للويات المتحدة الأمريكية وأعتقد هذا متفق عليه والدليل أن مع الأسف لم نسمع أي قرارا أمريكيا بقضية تغيير هذا النظام أو تنحي بشار أسد والصورة تغيرت والتصليحات الأمريكية تغيرت كل ذلك له ثمن هذا الثمن ستكون الويات المتحدة الأمريكية تحصل عليه من خلال الانتهاء من معركة دير الزور الخبير الأسكري والاستراتيجي أسعد الزعب كتا معنا من الرياض شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر